احنا الاستاذ الدكتور خالد غريب صراحة انا بشكوره جدا مقدم لنا كل اللي احنا محتاجينه من اول ما كان الموضوع مجرد فكرة وبدأنا نتعاون سوا لحد يعني ان شاء الله لما نخلص الحلقات كلها باذن الله يعني عمليا احنا تم بذلق مجهود في التدقيق التاريخي حتى على مستوى الملابس الأدوات كل حاجة كل حاجة ما بنعملش مسلسل كرتون حبوب لزيز نسلي بيلي عائل الزغيرة وهو ده اللي احنا كنا عاوزينه احنا ما كناش عاوزين حد يقعد السوشال ميدا دلوقتي ما بترحمش الناس الناس قاعدين والجمهور العادي بقى فاهم جدا بقى عارف بقى فاهم والناس للأمانة مش هتغلب في معلومات يعني لو شكت في معلومة وحبت تجيبها وقررت ان هي هتعلي عليك هتعمل ده اصبح كمان اصبح فيه شراسة نقدية على السوشال ميدا صحيح يعني يغتالك لو غيرت اقرب حاجة اللي عمل ده ما مش ملمة او مذاكرش كويس او ما عملش فاحنا كنا خلاص هنكتب كنا بنقعد سواه بنتفق على المادة التاريخية قبل الدراما حلو احنا طوعنا الدراما للتاريخ مش العكس علشان انا قلت له مش تغلوا بكل راحتكم وانا اللي معاكم مش العكس وبناء عليه بدأ تاخد منهم واشتغل من وراهم فعملنا الحمد لله شغل معلومات جيدة جدا هتنفع الكبير وهتنفع الصغير وفي نفس الوقت في اطار لذيذي يعني طيب ساعات بنبقى عندنا تخوفات كبيرة جدا من انه لما نيجي نقدم عمل موجه للاطفال ان احنا بنبقى خايفين انه يظهر بلغة ما بين قصين عبيطة صحيح فالعيال الزغيرة تقولك ايه يا عم الكلام الفاضي ده وايش فكام يتافى فكام يهيف محدش بيتكلم كده محدش بيسأل اسئلة الهابلة دي مش عارف كلام من وانتو تخطيتو ده تماما الحمد لله احنا قدرنا نعمل ده عشان زي ما قلت الحراك في الاول احنا عاوزين نحقق المعادلة ان احنا بنخاطب جيل مختلف تماما عننا واحنا صغيرين احنا انا عرف اولاد 15 سنة و14 سنة عندهم فولورز على الانستجرام ارقام كبيرة جدا وبيعرفوا يتعاملوا وبيعرفوا صوروا كويس فانت مش هتقدر تضحك عليهم بحاجات انت فكرها انها مناسبة للطفل كلمة الطفل هي فتفاضة جدا في الاخر انت بتخاطب جيل ليه قلياته وليه الدنيا بتاعته اللي مش شرط ابدا تكون شبهك ككاتب وبالتالي انا فكرة ان انت تتعامل مع الطفل طبعا الطفل ليه خصوصية وفي اللغة وفي كل حاجة بس الدراما في اي شكل هتقدمه ليها معايير معينة بعيدا عن فكرة الموهبة انت لازم تتعامل معا ان هي حرفة بتتقنها لها ادوات لازم تبقى عارف الهدف المشروع اللي انت داخله وبناء انا عليه هتقدر تخاطب سواء طفلة سواء مرأة سواء ايا كان المشروع بتاعك بيستهدف مين هتقدر تتعامل معاه فانا اتعاملت مع المشروع ده بنفس الطريقة ان انا انا مكتبتش للاطفال قبل كده ومع ذلك الحمد لله الموضوع طلع بشكل كويس